اللي هي المسيرة اللي بتدعو عليها شباب نادلة مش عايز اكون قاسي في كلامي ومش عايز حد يزعل مني او حد يسقف لي لا دا ولا دا ومن المؤكد ان احنا مقدرين مشاعر الجميع دون استثناء ولكن خلينا نكون صرحاء مشاعر الاب والام لا توضع في كفة مقرنة مع مشاعر الاصدقاء والاحباء لا توضع في مقرنة اطلاق تبقى مشاعر الاهل ابو الام في منطقة شكلا وموضوعا لا يمكن مقرنتها باي مشاعر اخرى الامر الاخر اللي انا قلتم بارح وبؤكد عليه النهاردة انه الاساس محي المتحدث الرسمي باسم اسر الشهداء قال بوضوح لما نحب نعمل مسيرة نطالب بحق ولادنا ولادنا مش صحابنا احنا اللي هنعملها بانفسنا ولما نغلب هنبقى نستعين بالاخرين هذا امر واضح وضوح الشمس انا حابب ان احنا نفهم اللي احنا بنعمله ان احنا نفهم اللي احنا بنعمله ما ينفعش اطلاقا ان انا اخد حقك غزب عنك حق الشهداء والاهالي كونوا ربطه وقالوا هذا حقنا عندما نريد ان نخرج في مسير ما ينفعش تيجي حضرتك تنتزع هذا الحق من اسر الشهداء لان انت نازل بتتكلم بلسان اصحاب الحق اللي قالوا محدش يتكلم باسمنا بصفتك صديق ولكن هذا اب وهذه ام وهم اقوى منك بكثير في العلاقة حابب الشكلي بقى حين مش عايز اكون قاسي في كلامي ولكن هاكرر جملة مهمة جدا كلنا مزنبون كلنا مزنبون وعندما اقول كلنا مزنبون فانا اتحدث عن نفسي واتحدث عن غيري واتحدث عن روابط الاندية دون استثناء بدأ من رابطة النادي الاهلي اللي عايزة تنزل بكرة مرورا بكل روابط المشجعين في مصر كلنا مزنبون حدش يتبرأ اطلاقا من الزنب هناك طبعا اطراف اخرى كثيرة منها ادارات الاندية اللي ثابت الدنيا براحتها خالص ومش عايزين نتكلم عن الجريمة واركانها انا بركن حداث بورسعيدي على جنب خالص دلوقتي لان احنا كلمنا فيها مرارا وتكرارا وسنتحدث مرارا وتكرارا فمش عايز اتكلم عنها دلوقتي انا بتكلم على اللي وصلنا لهذا المشهد الاخير كلنا مزنبين كل بقدر كل بقدر تكلمنا عن الروابط ليكوا دور ودور ليس بالقليل فيما وصل اليه الحال فقد اججتم واججتم يعني اشعلتم روح الضغينة وروح الحقد وروح الغل وروح الانتقام في صفوف اعضاء روابطكم وصلتهم لمرحلة ان اللي ياخد منك الطابلة بتاعتك واللي ياخد منك اليفطة بتاعتك انت كده تعتبر لست برجل اما اللي ياخد منك تشيرتك فانت كده فقدت شرفك اعلم ان البعض ممن قتلوا في استاذ بورسعيد طلب منهم خلع تشيرت ورفضوا لان يعدهم قناعات ممن املوهم هذه القناعات الخزعبلية ان لو قال اعتشيرته يبقى فقط شرفه اللي اخنعه بهذه الافكار مشارك فيما حدث له قتل قتل لان عنده قناعات من البعض انه تشيرتك يعني شرفك فالرجل مسك في شرفه عنده ايه اغلى من شرفه يمسكه فتشبس بشرفه فمات كلها افكار بالية وافكار مستوردة من بعض الهمج وليست اطلاقا من اشخاص لديهم رقي ولديهم فكر ولديهم تطور في الاحساس اذا لا يبرق احد نفسه فيما حدث لا يبرق احد نفسه فيما حدث في بورس عيد الكل مشارك ولكن كل بقدر والكل بقدر طبعا عشان كده انا بقول للناس اهدو اهدو كنت اتصور لجنة تقسي الحقائق لا تغفل اي طرف في المنظومة كلها فيما قالت اليه الامور ولكن مع الاسف البعض يحاول انه يتدفع بمجموعات من الشباب بالبلد كده يتدفع ممكن ما اقولش الكلام ده خالص وابحث عن شهرة وسيط وابحث عن هتفات مدوية ليا ولكن نحن لا نبحث عن مثل هذه الامور الزائلة نحن نبحث عن قطرة دم لا تسيل على هذه الارض على ارض هذا الوطن وعلى الجميع في هذه اللحظة ان يتدارك ما يحطش رأسه في الرامل يقول انا مليش داخل لا كل واحد قدام ربنا هيتحاسب اوعى تفتكر انت حتى لو تحدش جاب سيرتك في الدنيا هتنجو بفعلتك في الاخر اللي غرز اللي غرز الحقد في النفوس هيتسيل قدام ربنا على ارواح اللي ازهقت اللي حاول انه هو يدبر مكائد ويدبر مصائب ويصير فوضى من هنا وهناك ويشعر هؤلاء الشباب اللي مع الاسف بينقاضوا بشكل انا غير متخيله ومتصوره خصوصا ان كتير منهم عندهم ثقافة ولديهم علم وفي درجات جيدة جدا في الجامعات بينقاضوا لأفكار أبعد ما تكون عن المنطقي اللي قدر بقدراته الشخصية وبقناعاته وبكارزمته انه هو يقنعهم بدا لو ما تسألش في الدنيا ولجنة تقصر حقائق عملت مش واخدة بالها منهم قدام ربنا مش هتساب أبدا أبدا لأن يوم الحساب دا كانوا يؤمنون بأن هناك حساب يوم الحساب هيتحاسب كل إنسان عن كل كلمة وعن كل تصرف أتى به أنا بوقف كل واحد دلوقتي أمام ضميره أمام ضميره كلام دا كلام واضح وضوح الشمس كل واحد يوقف قدام ضميره لا أبرر إطلاقا فعلة الحقراء والمجرمين في بورسعيد وهي فعلة لا يمكن إطلاقا أن نضع أمامها أي أسباب إطلاقا ولكن واقع الأمر أنكم أشعلتم الحياة بينكم بأفكار واهية ومن مبادئ أقرب إلى مبادئ البربر وليست مبادئ البشر واستغليتم الشباب وريعانه وصغر السن وعدم قدرته أحيانا على تمييز الأمور اتركوا الشهداء تركوا أهالي الشهداء هم أقدر منكم بأخذ حق أبنائهم وهم أكثر منكم حزنا وعمق الحزن في قلوبهم لا يمكن أن يصل إلى قلوبكم إطلاقا فهم من أنجب وهم من ربوا وهم من عاشروا وهم من حضنوا مش أنتم إطلاقا خصوصا إذا كان ده مطلبهم وانتو حرين ولكن هي كلمة حق حبيت أقولها النهاردة ما عنديش مشكلة حد عايز يهتف ضد يهتف حد عايز يعني يقول اللي هو عايزه يقوله إحنا أمام لحظة فريقة في تاريخنا كله وأمام شباب مصر العظيم اللي مش عايزين نخسر نقطة دم منه إذا كنا جبناء نستخبى تحت البنج اللي إحنا قاعدين قصاده ما نتكلمش كلمة ولكن إذا كنا حرصين على شبابنا وعلى أهل هذا الوطن من خيرة أبنائه لازل تبقى فيه وقفة فيها مصرحة وقفة فيها موضوعية في الحوار أنا متأكد إن شباب مصر هيفهم كلمة كويس جدا 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 ربما كانوا مغيبين بسبب أو بآخر الفترة الماضية تمنى يا رب أن يزال هذا الغيم من أمام الأعين وأن يقف كل واحد ساهم بأفكاره وساهم بحواراته وساهم بمبادئه الهدامة أن يراجع نفسه أمام المولى سبحانه وتعالى لأننا عارف أن كل اللي موجودين هنا حيزايدوا عليكم بحاجة أجيب سريتكم وهيستخب لكن هذه لحظة المصرحة أمام النفس أنت وقف النهاردة على رجليك زميلك اللي كان جنبك وهو وقف على رجليه في ثواني بقى تحت الأرض أمام المولى اوعى تفتكر أنت بعيد إطلاقا عن الموت لسمح الله مش في ملعب تكلم على الحياة بشكل عام في لحظة ممكن تبقى بتقابل ربك هتقابله بأي مبادئ وهتقابله بأي وجه يبقى هذا هو السؤال المطروح مش ليك لا ده ما بينك وما بين نفسك